مرحباً وسهلاً بكم، وهذا أهم فيديو الذي سترونه اليوم لأنه يجعلكم على اخر الأخبار والشيء الذي حدث في العملات الرقمية هو تراجع واحد من أغنياء العالم الرقمي وأيضاً كلمات السر، كيف ستغيرها أبل وعلى فكرة من الأخبار التي ستكون معنا اليوم، هل سيكون هناك قوانين تحد من سرعات الشحن اللاسلكي؟ وأيضاً بعض المعلومات الإضافية عن الآيباد ميني بالتصميم الجديد وأيضاً أحدث تسريبات الـ P50 من هواوي، وجدنا التصميم والألوان الكاملة وأخيراً كيف أبل تغير كلمات السرج، كما قلت لكم في البداية خلال حدث الإعلان عن نظام هارماني أسبوع الماضي، كشفت هواوي عن تصميم الـ P50 المنتظر والآن تسربت المزيد من المعلومات والصور المدير التنفيذي للأعمال في هواوي يو تشينغ دونغ ذكر أن التأخير الذي حدث هذا العام خلال الكشف عن الـ P50 برو يرجع للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على هواوي وأيضاً فضلة هواوي أنها تكشف عن الجهاز بالتزامن مع النظام هارماني الجديد والذي يكون محمل مسبقاً على الجهاز التسريبات تورينا التصميم بثقب في منتصف الشاشة وفي الخلف نرى تصميم جديد لمنطقة الكاميرات دائرتين فوق بعض الأولى فيها الثلاث عدسات الرئيسية والسفلية فيها واحدة مع فلاش أيضاً المعالج في هذه السلسلة سيكون معالج الكيرن 9000 ويأتي بطارية 4300 ميلي أمبير تقريباً ويدعم الشحن بقدرة 66 واط وشحن لاسلكي 55 واط وننتظر الكشف النهائي وتأكيد كل هذه المعلومات وأيضاً هل بيجينا رسمياً في المنطقة مع التزامن العالمي أولى حالياً جالس أختبر مجموعة من الأشياء الجديدة أولهم تلفزيون جديد من سونيا تكلم على A90J بقدرات الأوليد جودة عالية في الفيديوهات وعمق السواد والفريق هنا يضع كل الجهد في هذه الشاشة وإن شاء الله سترونه في أقرب وقت تفاصيل كاملة عن نفس الشاشة فأعطوني أراءكم وعلى فكرة هناك هاشتاك كامل اسمه تحت المراجعة فأريدكم أن ترون الأشياء الجديدة والبوء سوق الهواتف خلال السنوات الماضية تطور في نواحي كثيرة أبرزها الشاشات والكاميرات أما البطاريات فلم نرى ذلك الفرق الجذري ولكن نرى تحسينات جيدة في بعض الأجهزة لعل أبرزها كان الشحن السريع ولكن كل جهاز بعده يمتلك مساحة بطارياته أكبر وقدرة الشحن أحسن وهذا الأمر لا نرى أخر ستة سبعة أشهر إلا من كم شركة صنية يعلنوا قدرات بـ 150 واط فوق ولكن نتذكر قبل سنوات عندما كانت 18 واط يعتبر شحن سريع ولكن عندما جربنا الـ 65 واط فرق لنرجع ونجرب الـ 120 واط فرق أكبر وأجمل كل هذه الأمور تمام ولكن بخصوص الشحن اللاسلكي السريع هنا ممكن نرى لمت وحدود لقدرات الشحن لأن وزارة الصناعة وتقنية المعلومات في الصين قالت أن أي شاحن لاسلكي يصنع في الصين لازم لا تزيد سرعته عن 50 واط فلم يضع هذا الحد؟ لأن استخدام شواحن لاسلكية بهذه القدرة سيؤثر على الموجات الموجودة في نفس المكان وكثير قطاعات ستتأثر ووفقاً للوزارة الصينية فإن أبرز القطاعات التي ستتأثر هي قطاع الطيران والشحن والقطاعات المتعلقة بالفلك والفضاء على كثرة الشواحن الموجودة لو هناك أماكن الرصد وما الرصد وأماكن الأجهزة كان يصبح شيء مكويس في القراءات تتوقعوا أن يأتي اليوم التي تتعدل في هذه الأمور ونرى شحن لاسلكي بسرعات عالية وأيضاً من مسافات أو نرى تقنية جديدة على هذا الموضوع سبحان الله، عندما تحمسنا الشحن لاسلكي وصبح مرة كويس جاءت الأمور بالطريقة هذه ننتظر ونرى التحديثات دعونا نذهب لكم مع نصيحة والوضع الليلي موجود اليوم ومن سنتين تقريباً على أجهزة الآيفون والأندرويد لكن ما هي فكرته؟ الكثير يعتقد أنه مجرد منظر ولكن لا 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 خصوصاً في الليل أنه يخفف مستوى الإضاءة التي تأتي على عيونكم من خلال تعتيم الشاشة وألوانها وفي بعض الحالات، إذا كانت الشاشة OLED، سيصبح توفير كبير جداً في نفس البطارية تتوقعوا أن هذا التوفير على كل الجوالات أبداً على نوع الشاشة ولكن المستفيد في كل الأحوال بنفس المستخدم بوضع نمط الليلي البعض لا تقبل الوضع الليلي وما ينلم لأنه تعود على الوضع النهاري طول حياته ولكن أقترح عليكم أن تجربوا وذهبوا إلى الإعدادات وتحديداً في نفس القسم الذي تتحكم به خلفيات الشاشة وهذا الكلام ينطبق على الآيفون والأندرويد وتقدروا تختاروا وضع تلقائي على حسب الساعة في اليوم ولكن لأجهزة الليل على طول نمط الليلي ستقولوني أن الاستخدام البسيط سيجعلكم تتعودوا على هذا النمط بل أنكم ستفضلوه ولكن هناك الكثير من الناس يطلبوا الوضع الليلي على التطبيقات التي لم يجب عليها الوضع الليلي فشيء يستهل التجربة فيسبوك جالسة تعمل على ساعة ذكية ويقال أن الساعة هذه بيكون فيها كاميرتين تقدروا تشيلوهم وتركبوهم وقت ما تبون وتقدروا أيضاً تثبت الكاميرات وتوجهوها على حسب الاتجاه الذي أريدكم فيها لا أعرف كيف ولكن هذه الفكرة حسب التسريب واحدة منهم المفروض أنها تكون أمامية ومخصصة لمكالمات الفيديو وكاميرا الثانية المفروض أن تكون خلفية عساس أنكم تقدروا تضبطوا مسألة أوتوفوكس وما أوتوفوكس وتصوروا أيضاً بدقة ١٠٨٠ الجسم الساعة بيكون من الستينلس ستيل وطبعاً تدعم الـ LTE وشبكة الجيل الرابع وتدعم أكيد قياس الأداء الرياضي وأمور صحية أخرى يقال أن هذه الساعة بتنزل في عام ٢٠٢٢ حسب التسريبات لمشروع فيسبوك حق الساعة وبسعر ٤٠٠ دولار يعني حوال ١٦٠٠ ريال فيسبوك كان لهم نشاطات من قبل في إنتاج أجهزة ذكية نتذكر جوالهم مع HTC والذي انتهى أسرع مما بدأ وأيضاً نتذكر جهاز بورتل الخاص فيهم والذي للحين استخدموا عن نفسي والاقي مرة ممتاز ولكن هل تعلمت فيسبوك من أخطاء الماضي؟ لأن جوالة HTC كان سعره حوالي ٩٩ دولار وكان يعتبر بعض الناس غالي على الذي قدمه كان بنظام الاندرويد ولكن واجهته التشغيلية كانت فيسبوك بحث لدرجة حتى الذين يحبون فيسبوك قالوا بزيادة ونرى كيف الوضع يحدث مع الساعة وأشعر أنه غريباً أن فيسبوك لديهم مشاكل خصوصية يجبنا لكم ساعة بكمرتين ساعة بكمرتين خصوصيتكم محفوظة لا تأتي أبداً يا فيسبوك جون بروسو والذي مسبب أزمة لأبل بسبب تسريباته والذي معظمها صحيحة ليس كلها، ولكن جون سرب صور مع معلومات عن الآيباد ميني القادم تسريبات تقول أن تصميم الآيباد الأخير حواف حادة، شاشة للأطراف، كاميرا وحيدة في الخلف، وزر التشغيل يحوي قارئ بصمة الأصبر ومنفذ تايب سي أخيراً على الميني حجم الشاشة سيكون صغيراً يا ثمانية يا تسع انش مقارنة بالجيل الماضي، كانت شاشته أقل من الثمانية انش الألوان يتوقع تكون الفضي الأسود الذهبي معالج الجهاز سيكون الأي فورتين بايونيك وأعتقد ما عاد يفرق موضوع المعالجات مع أبل كل واحد أسرع من الثاني يتوقع بشكل كبير أنه يتم دعم قلم الجيل الثاني بحسب التصميم لأن الأقلام قائمة على أجال التصميم وليست قائمة على المنافذ شعبية الآيباد ميني كبيرة وبنفس الوقت التصميم الجديد للآيباد حصل قبول جداً كبير بين الناس ولذلك هناك توقعات كثيرة أن الآيباد ميني الجديد ممكن يكون هو الأعلى مبيعاً هذه السنة من ناحية الأوحيات ومن يوم تأتي أبل وتعلن عنه هل هذا يريد أن نجيب مجموعة؟ نعطيكم إياها أبل آخر كم سنة ركزوا بشكل كبير على الموضوع الخصوصية ممكن في البداية استخفنا بالموضوع قليلاً لكن مع الوقت بدأنا نرى شركات كبيرة مثل فيسبوك زعلت لأن أعمالها التسويقية تأثرت بسبب تغيير أبل لأمور كثيرة في هذا المجال مثل أن المستخدمين يستطيعون يعرفون فيسبوك ما يأخذوا معلومات بالضبط وصار أيضاً أن المستخدمين يستطيعون يمنعون هذا الأمر في المقابل، جوجل راقبت الوضع قليلاً وليس علقت ولكن أخر شيء قالت أنها تسوي خطوات متطابقة تقريباً مع أبل لسا ما لحقنا نقول الحمد لله، خصوصية لتكون فعلاً لنا إلا أن يظهر لكم الخبر الذي تكلمنا عنه الأسبوع الماضي وهو أكبر تسريب لكلمات مرور في تاريخ الإنترنت وتحصلوا رابط للحلقة هذه في وصف هذه الحلقة ولكن بعد أن أخذ الحلقة سأقول لكم والمهم هنا أن أبل مع كل ما فعلته لسا ما مقتنعة وودها ترفع مستوى الحماية أكثر في كل ما فعلته والحل بالنسبة لهم شيء أطلقوا عليه اسم مفاتيح المرور وليس كلمات المرور أول شيء تقولون أن أبل لم أتذكر أن أبل أعلنوا عن مفاتيح المرور في المؤتمر فعلاً، مفاتيح المرور لم يكن جاهزة في وقت الحدث قريب لكن بعد الحدث تم شرح التفاصيل بالكامل للمطورين في جلسات مغلقة وحسب كلام المطورين، أبل قالت لهم أن أبل ممكن أن نرى هذه الإضافة في آي او اس 15 وليس من البداية، لكن شيء يأتي لاحقاً مع الوقت أول شيء، أنتم لازلتم تحتاجوا كلمة مرور، هذا أمر طبيعي لكن لو مخترق، حاول أن يدخل أحد حساباتكم وحتى لو لديه كلمة المرور، لا يمكن أن يدخل لأن مفتاح الدخول، وهي الباسكي، عبارة عن كلمة سر مع Face ID أو Touch ID أو مفتاح حماية في نفس الوقت حلوة الفكرة لصاحب الجوال من ناحية أمنية على الأقل خصوصاً أن بصمة الأصبع والوجه تحفى في ملفات آمنة داخل الجهاز نفسه فلا يمكن أن يخترق الإيميل ويجيبها لأنها في الجهاز لكن هناك سلبيات لا نعرف كيف تحلها أبل أولاً، لو فرضنا أن تسجلوا دخول آيفون أو آي باد ثاني كيف يتم تسجيل البصمة؟ لأن هذا الجهاز جديد، كيف تنتقل البصمة؟ ولو قلنا البصمة موجودة في آي كلاود لأنه المفروض أن البصمات مخزنة على الجهاز كيف سأسجل دخول من جهاز بعيد لو راح جهازي؟ ثانياً، لو صاحب الحساب يريد تسجيل دخول من جهاز أندرويد أو ويندوز كيف سيقدر يدخل بدون بصمة أصبع أو وجه؟ هل سنرى اتحاد بين كبار الشركات للتطوير آلية موحدة لمفاتيح المرور؟ بصراحة، مع الوقت وهذا الزمن، صرت أستبعد اتحاد بينهم بشكل كبير كذلك اليوم هناك نيسل بيها وتقطع أنه سيكون هناك طريقة لجعل الموضوع عملي أكثر أو أن مفاتيح الدخول، وهي الباسكيز، ستكون مخصصة على منصات أو تطبيقات معينة ننتظر ونشوف لأنه واضح، هناك فكرة جميلة، ولكن لسه ما صارت كاملة وما نضجت بشكل كامل وأتمنى أن نشوفها قريب على أرض الواقع ونهاية الحلقة وكل حلقة، أتمنى أن أعجبتكم الموضوع الذي فيها وأكيد هنا أذكركم باللايك إذا لم أضعوا رابط الحلقة الماضية، أريدكم أن تعرفوا أكثر عن خبر التسريب الذي ذكرناها وأصلاً أبل كيف سوت حركة مرة رائقة وذكية من جهة البزنس في كل مراكز الصيانة سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أراكم على خير بإذن واحد أحد شكراً ترجمة نانسي قنقر شكراً 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 شكراً